اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 الله أكبر 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 من النصر بشجاعتكم وبسالتكم الفريدة بالتصدي لمشروع دعاة الإمامة والتمزق يا أبناء تعزي الأحرار ها هي معركتكم مع أعداء الإنسانية قد دخلت مرحلة جديدة فاصلة وهي أشد وأكثر حسما لتحقيق الانتصار على أعداء المهورية وإن مدينتكم الصابرة وحاضنتها الشعبية المقاومة التي قدمت النفس والنفيس رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا بكل أطيافها وتنوعها تدعوكم اليوم للمزيد من الصبر والمصابرة وربد الجبهات بما يحقق لها النصر العظيم ويخيب الغزاة بالقوة العظيمة لأبناء تعزي ويؤكد لكم بأن إرادة الشعوب لا تقهر إننا في المقاومة الشعبية والجيش الوطني ندعو كل من له القدرة على حمل السلاح ولم يلتحق بقبهات العزة والكرامة بعد سرعة الانضمام إلى إخوانهم المرابطين في الثغور والمواقع للدود عن المدينة وأهلها والانتحاق بقبهات الشرف لإستكمال التحرير وتحقيق النصر إننا إذ ندعو إلى رفع الجاهزية القتالية والتعبوية إلى أعلان السواتها وحج كل الطاقات وبطروح الفداء والتضحية في كل قرية وحارة وأسرة ندعو تقار المدينة وأكاديمها والوجهات والشخصيات الاجتماعية والمكونات الشبابية والشعبية إلى إسناد المقاومة والجيش بكل ما يلزم لتحقيق النصر يا أبناء تعز الأوفياء خطبوا العديد من المعارك وحققتم الانتصارات الكبيرة غيرت معادلة المواقهة مع الإنقلابيين وها أنتم تقتربون من معركتكم الفاصلة ووحدكم أنتم من سينتصر المدينة المظلومة المحاصرة برفقة المقاومة والجيش وبدعم من قوات التحالف العربي فأروا مليشيات الحوذي والمخلوع غضبكم وليروا حشودكم الهادرة وبأسكم الشديد الخلود للشهداء الشفاء للقرحة النصر للمقاوة المجد للوطن المترجم للقناة المترجم للقناة أين حقوقت يا إنسان في الضلغة المترجم في ظل رفم السجن أين حقوقت يا إنسان أين حقوقت يا إنسان التضامنية مع المختطفين في سجن الأمن السياسي في حديدة تعيش الأمهات والزوجات لحظات ترفض بصاحبها القلح مع الأحداث الأخيرة التي تهتد حياة المختطفين والمخليين قسرا وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافقة الثامن من أغسطس الجاري من إطلاق للرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثرق روجهم بحثاً عن النجاة بعد تهدر جدرين زنانين التجن ترجات لحظات التركب تصاحبها القلب مع النحدات الأخيرة التي تهدد حياة المختلفين والمضيين قسراً وآخرها ما حدث في مدينة الحديدة يوم الاثنين الموافقة الثامن من أغسطس الجاري من إطلاق لرصاص الحي على مجموعة من السجناء إثرى فروجهم بحثا عن النجاة بعد تهدى سفران ذنازين السجن إثرى القصر وكان حصيلة عدد من القتلى والجرحى وهنا تجتمع على هؤلاء الأبرياء الصابرين ظلمة الاستداد والحطر الدارهم إننا في رابطة أمهات المهتطفين نحمل المسؤولية الكاملة لكل الجهاد التي تحتجز أقناءنا وتمنعهم حرنيتهم وتعدد حياتهم للأخطار المباشرة ونجعو كل المنصمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعالمية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المفتطفين في التفاع عن حقوقهم والمحافظة على سلامتهم كما وندعو الأطراف اليمني حتى وإن اتعدت فرص السلام أن يخرجوا أبنائنا من حساباتهم السياسية الخانقة ومقايضتهم للظالمين وليكن الإفراج الفوري عن المفتطفين والمخطفين قسرا سلام الكبار وحكمة اليمنيين صادر عن رابطة ومحات المخطفين صمعات لا إرادة الشعب أم حول الأشخاص أنكم أصناموا طار الوراء متسابقين وراء لكم في السبك أجميحة ولا أقدام أنكم أصناموا طار الوراء متسابقين وراء لكم في السبك أجميحة لا شريك له ربي ولا نظير ولا شبيه ولا مثال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر